خبراء بيروا أن المنظومة الأمنية لابد أن تتغير من نهجها في التعامل مع أهالي سينة ومد جسور الثقة المتبادلة معهم حتى يتم التعاون ما بين المواطن والأجهزة الأمنية في الكشف عن منفذ هذه الهجمات سبحولي أرحب بضيفي في ألوستوديو ستلواء حسن فتحي الخبير الاستراتيجي والأمن ستلواء أهلا بحضرتك هاني فين الهجمات للمرة العاشرة يبدو أنها أيضا ينطبق عليها قول عضو المجلس العسكري اللواء عدل عمارة بمنهجية الفوضى أو منهجية هذه الأحداث المتكررة من ترى الذي يقف وراء هذه الهجمات خاصة أنها تتم على التوالي وبنفس السيناريو تقريبا أنا أؤكد نفس على اللسان المتحدث بالمجلس العسكري أن دي منهجية التخريب اللي احنا شايفينه أصبح التخريب منهجي وخاصة منطقة شمال سينة لها ظروف خاصة جدا شاهدنا فيها أنه فيها بعض الطيارات الدينية المتطرفة لاستهدافة أسام وزباط جيش وشرطة في المدينة فيه عمليات خطف للأسف وفيه عمليات استهداف للمنشآت وفيه عمليات رعب وفيه تدريب لكوادر غير منظورة ومعلومة فالخط الغاز ده أنا بأعتبره بأصبح تخريب ممنهج وخاصة بعد حدوث استقرارات في أي طاعة سواء مرحلة انتخابات أولى مرحلة انتخابات تانية جهود أمنية بدأت تسير لازم يحدث ما يعكر سفو الأمن طبعا كذكرت هذه الفئة من المتطرفين دينيين هل هم ينفذوا هذا لأهداف داخلية أما أنهم أداء وسطار لأطراف خارجية طبعا استحالة إحنا دلوقتي في مصر وخاصة في شمال سيناء برضو عندنا عناصر ممولة من الخارج ومعروفة وحملات مستمرة ما زالت على شمال سيناء وبتزبط وبتتحدد أوقارها وبدأت حصار بعض المجموعات فيها لها تمويل خارجي والأسف تمويل تخلي وكوادر بيكشف عنها اتباعا يعني فيه كوادر حاليا من المخربين وبتم ضبط بناس وآخرها طب ضبط أحد أخطر من أحد الخطرين لماذا تتم الكشف فندم عن الجهات التي تمول هذه الأحداث؟ حضرتك الجهات محتاجة وقت كبير جدا من التحر والفحص وجمع المعلومات لها قنواتها سواء حتى وإن كانت الخسار كبيرة مع الانتظار؟ قدرك أن أنت بتتعامل مع جهات إرهابية بتدي تمويلات لعملات تخريب داخل البلد معقدة جدا الخط ده ليه طبيعة معينة أولا في منطقة صحراوية منعزلة سهل يتم تخريبه زي ما التقرير قال أن منطقة كانت مهمشة لفترة كبيرة جدا الدخل الاقتصادي للأفراد هناك أو في شمال سينة ما فيش اقتصاد ما فيش سياحة ما فيش عمل طيب فبساعد على خلق أو نمو بقرة إجرامية طيب هل الاكتشاف الأخير اللي كان منذ ساعات يعني فقط باكتشاف مخزن سري ومخزن الحقيقة رهيب للأسلحة المتروعة موجود في العريش هل طرى بأن هذا المخزن أو هكذا اكتشاف أمني ربما يسرع من مسألة الكشف ومن مسألة المواجهة من قبل الأجهزة الأمنية والمعنية في هذا الشكل دي الجهود اللي بقول لحضرتك عليها المستمرة من فترة كبيرة جدا بقى لسينا فريق عمل معين أمني بيفحص وبتابع وبشوف احنا شفنا سلاح لأول مرة نشوفه في مصر سلاح مضد للطائرات وصلاح وأربجهات واستخدموه للأسف استخدموا الأربجه في الهجوم على أسام الشرطة وقنابل يدوية ومدافع ورشاشات وأسلحة خطيرة جدا ده جزء من المسلسط بالإضافة انت عارف احنا عندنا دلوقت في الغار بكمية السلاحة اللي دخلها على البلد مهولة جدا طيب بيقال سيادت اللي هو أن بدأت القبضة الأمنية المصرية قد تكون مرتخية في أحكام السلطرة على سيناء أنا بقولش مرتخية أنا بقول أن الوضع الأمن كله توتل بعد الثورة تعرض لهزات عنيفة جدا كل ما يحصل تخدم في قطاع أو في قطاع الجنائي أو في القطاع اللي شغلنا دلوقت قطاع الأمن الجنائي بنلاقي هزة معينة يعني لا تتخيل التواجد الغير مبرر دلوقت ورشق المنشآت بالحجارة ده بأثر أمنيا بيخلي البلطاجي أو المخرب بيستغل الفرصة يعني نقول التواجد الأمن جزء ده إحساس ما يتجزأش ما قدرش أقولك أن يبقى فيه مظاهرات هنا في القاهرة ورشق وحرق مجمع العلمي وحرق وزارات ومنشآت ومجلس الشعب وتقول الوضع الأمن هيستقر في سين مرتبط ده منظومة أكيد أنا مع حضارك طيب مسألة إعلان الدول التي تستفيد من خاط الغاز من إسرائيل والأردن أو إعلان إسرائيل تحديدا أنها تبحث عن شريك أو مصدر جديد للغاز غير مصري بسبب عدم استقرار أوضاع أمبوب النفط وكذلك ربما يكون الأمر بالنسبة لأردن هل هذا سيحاقق لمن يرغب ويخاططه الهدف وبالتالي ستقل الهجمات في فترة قادمة؟ والله أنا شايف أن النهاردة هو الخط ده بالذات محتاج أنا ما نكرش الجهود الأمنية فيه لازم وضع أمني بأهالي وقبائل وعشائر المنطقة لكن يواكب الوضع الأمني ووضع اقتصادي للناس يعني أنا ما قدرش أحل زيما الوزير الداخلية الجديد قال يا جماعة يبعدوني عن الحلول الأمنية للمواجهات أنا عاوز أحل بالنتنين أنا عاوز أحرص هل لا يتم التفكير في أن أهالي سيناء أنفسهم الشرفاء يعني ربما لا يريدوا أن يصل الغاز وهم محرومون من موارد الغاز ومحرومون من موارد التنمية بينما يمر هذا الغاز من على أراضيهم ألا تكون هذه الرسالة غير مباشرة؟ لا أنا أعتقد أن أقول أن أنا أحتكد بأهالي سيناء كتير جدا سواء شمال وجنوب والعشائر والقبائل والشوخ القبائل لنسك متفتحة جدا ومثقفة جدا وبتفهم من مصلحتهم أن الخط خط الغاز كرمز من رموز اقتصادنا أن يمر حتى في أي حتى مش الهدف قطره أو إطلافه بس الفكرة كلها أن القبضة الأمنية ما زالت محتاجة نظر في شمال سيناء على الحدود من الجانب الآخر بيتم تعزيز قوات ولكي يتم ترقب ما يحدث في سيناء هل ترى بأن الآن القبضة الأمنية المصرية يمكن أن تحكم مستطرة في الفترة القادمة وأنه لا يعقى أي شيء في مجال أحكام مستطرة على الأمن في هذه المنطقة؟ والله أنا شايف الفترة اللي فاتت أنا شايف الشمال واخد أهمية قصوى لتطهير البؤر الأجرامية المتطرفة اللي بتميل العنف وضبط إمكانياتهم المادية زي السلاح الأخير اللي زبط وفيه عندي معلومات أنه فيه تتبع لبعض العناصر الهم الخطرة جدا منهم لأنه مش في منطقة مأهولة دي هتبقى فوديان ودروب تشعبات جباليك فطبعا الدولة مش غافلة بس أنا بقول أن الجهاز الأمن مشتت طيب أشكرك لورين جزيلا ستلوحة الفتحة شرفتنا